بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الحلقة جديدة من حلقات فن الكروشي النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل بسر تيت فئة أو بندانة لأي فئة عمرية فأنا اخترت فئة الشباب واشتغلت البندانة البسيطة دي وهي سهلة في تكوينها وما بتاخدش اي وقت خالص فيلا بنا نتعرف على الخمات والادوات وكمان طريقة الشغل فهنا قبل ما نبدأ محتاجين الأول نعرف الفئة العمرية والمقاس اللي هنشتغل على أساسه فدي كده مقاسات تقريبية كنا اشتغلنا مع بعض قبل كده الطائية في القناة واشتغلنا كذا شكل فبالنسبة للطائية مراجعة سريعة نبقى محتاجين الفئة العمرية ومحيط الراس فحال لو هنشتغل الطائية من الأسفل وقطر الدايرة لو هنشتغل من الأعلى وكمان طول الطائية بالنسبة هنا للسورتات فكل اللي هنبقى محتاجينه هو محيط الراس والفئة العمرية والطول أو العرض بتاع السورتات فأنا هنا اشتغلت على سن الشباب من عشرة لسبعتاشر سنة فمحيط الراس اللي هنشتغل فيه من واحد وخمسين لخمسة وخمسين البندانة بتاعتي او السورتات ما حبيتش اخليها خمسة وخمسين بالزبط يعني المفروض ان احنا هنشتغل على الرقم البعيد فخلتها وسط ما بين الاتنين يعني حوالي تلاتة وخمسين سنتي طبعا كلنا عارفين ان الكوروشية بيمط مع الاستعمال فعشان يدي في الاخر المساحة او الطول اللي احنا عايزين نوصله في الاخر بالنسبة كمان للقطعة بتاعتي هتبدأ من حوالي خمسة سنتي وكمان فيها تدريج هتوصل ممكن لسبعة او عشرة سنتي البندانة عموما ممكن نشتغلها العرض بتاعها يكون بداية من اتنين سنتي لحد خمسة او عشرين سنتي ده متاح معنا طبعا على حسب التصميم والبطرون اللي احنا هنشتغل على اساسه طيب انا لو متاح قدامي الشخص اللي احنا هشتغل عليه الدندانة فهنشوف هناخد محيط الراس ازاي انا معي هنا العروسة دي كنموذج فكل اللي هنعمله هنجيب المزورة وهناخد دوران الراس من اكبر جزء موجود هنا وهنلف المزورة بتاعتنا على الجبهة فهيبقى ده طول المناسب تمانية وعشرين سنتي هو الجزء اللي احنا هنشتغل عليه فهنفضل نشتغل على البندانة لحد ما توصل لتمانية وعشرين سنتي هنا انا هشتغل لحد ما توصل لتلاتة وخمسين او خمسة وخمسين زي ما قلنا احنا لازم نقصر شوية الطول بتاعنا فكده بقى هنبدأ مع بعض ونشوف هنشتغلها ازاي فهنا اول حاجة هنعملها هنعمل عودة البداية وبعدها خمسة سلسلة وفي اول سلسلة اشتغلناها هندخل بالابرة وهنعمل منزلقة فكده هنكون دايرة صغيرة بالشكل ده هنرتفع هنرتفع سلسلة واحدة وجوه الدايرة هنشتغل عشرة غرزة حشو كده خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنشد الخط نقفل الدايرة شوية وهنا في اول غرزة حشو هقفل بمنزلقة بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو هنرتفع ثلاثة سلسلة وغرزة الحشو اللي جنبها من الدور اللي فات هنشتغل فيها واحدة حشو وهنعيد تاني تلاتة سلسلة وغرزة حشو فكده احنا بنشتغل فوق كل غرزة حشو من الدور اللي فات غرزة حشو لكن قبلها بنشتغل تلاتة سلسلة هنشتغل عكده على كل الدور لحد ما نوصل لقبل النهاية ونشوف هنعمل ايه هنا هنعد الفراغات الاول فكده اول فراغ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده نقصنا فراغ واحد فهنشتغل سلسلة واحدة وهنلف الخيط على الابرة وبدل ما نقفل بمنزلقة هنقفل بغرزة نص عمود فكده فكده بقى شكل الدور بنفس الطريقة دي هنا ممكن نقص خلاص خيط البداية اللي خدنا معنا جوه الشغل فكده كمان نبقى بننظف الشغل بتاعنا اول باول جوه الفراغ هنا هبدأ اشتغل تلاتة سلسلة الفراغ التاني فوق التلاتة سلسلة اشتغلنا تلاتة حشو والفراغ التاني كمان هنشتغل فوق التلاتة سلسلة تلاتة حشو وهنا بفوض غرزة الحشو اللي اشتغلتها فكده شغلي جوه الفراغات بس فهكمل الدور وهقفل بمنزلقة وكده تمام خلاص ده شكل الدور بتاعي فهنا هرتفع سلسلة واحدة في نفس المكان هشتغل غرزة حشو وبعدها هرتفع اربعة سلسلة هفوض غرزتين كده الغرزة الاولى التانية في الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو يبقى كده هكمل باقي الدور بنفس الطريقة بعمل اربعة سلسلة وبفوض غرزتين وفي الغرزة التالتة بشتغل واحدة حشو فلازم اعد الغرز بتاعتي كويس جدا سواء كانت السلاسل او الغرز اللي بنفوضها ده ده عشان يطلع معي الدور مزبوط وسليم كده هنفضل شغالين لحد قبل نهاية الدور هنا نعد الفراغات الاول فكده اتنين اربعة ستة تمانية تسعة كده ناقصني فراغ واحد عشان يبقى عشرة فهرتفع باتنين سلسلة وهلف الخيط على الابرة وكمان بدل ما اقفل بمنزلقة هقفل بغرزة النص عمود فكده هيبقى شكل الدور هروح على طول الفراغ هنا وهاشتغل خمسة غرزة حشو واتجهل هنا كمان غرزة الحشو هروح للفراغ التاني وهاشتغل خمسة غرزة حشو وهكمل كده باقي الدور بنفس الطريقة هاشتغل جوه الفراغات وفي كل فراغ المكون من أربع سلاسل من الدور اللي فات هاشتغل فوقي خمس غرز حشو هاشتغل وهنا كده خلاص وقفلنا الدور بمنزلقة فكده ده آآ خلاص كده خلاص مع الجزء الاول فهنبدأ الجزء التاني وهنا هنرتفع بسلسلة واحدة في نفس المكان هنشتغل واحدة حشو هنرتفع ثلاثة سلسلة وكمان لفت هنا القطعة هفوت اتنين غرزة من الدور اللي فات في الغرزة الثالثة هنشتغل واحدة حشو وبعد كده ثلاثة سلسلة هنفوت غرزتين وفي الثالثة هتبقى حشو ثلاثة وتاني ثلاثة سلسلة هنفوت غرزتين وفي الثالثة حشو نفس الجزء احنا كده اشتغلنا قد ايه فراغ كده اشتغلنا خمسة ثلاثة اربعة خمسة ده بس اللي احنا محتاجينه هنلف القطعة وهنا جوه الفراغ هنفتغل تلاتة حشو هنفوض غرزة الحشو اللي هنا وهنروح للفراغ التاني وهنعمل تلاتة حشو وكمان الفراغ التالت وتلاتة حشو والفراغ الرابع وكمان الفراغ الخامس فكده احنا بنشتغل في الفراغات فوق التلاتة سلاسل تلاتة حشو هلف القطعة هفوت غرزة الغرزة الثانية هشتغل فيها منزلقة الغرزة اللي فوتناها دي اللي عملنا فيها منزلقة من الدور اللي فالغرزة التانية هنا هي كانت اخر غرزة حشو فعملنا فيها منزلقة هنا الغرزة الثانية هنعمل حشو وبعد كده اربعة سلسلة هنفوض غرزتين وفي التالتة هنعمل حشو وتاني هنكرر اربعة سلسلة هنفوض غرزتين وفي التالتة حشو. واربع سلسلة هنفوض غرزتين. وفي التالتة هنشتغل الحشو. وتالت او رابع. اه اربع سلاسل يعني كده اشتغلنا اتنين تلاتة دي الربعة. فعملنا اربع سلاسل وفوضنا غرزتين. وهنا هنشتغل حشو. هنلف القطعة. وهنشتغل هنا جوه الفراغ. خمسة غرزة حشو. والفراغ التاني كمان خمسة غرزة حشو. وكمان الفراغ التالت. وعملنا خمسة غرزة حشو. والفراغ الرابع. وكده هنزبط الدور بالمنزلقة. فعشان يبقى الجزئين دول زي بعض بالزبط. هنا هنلف القطعة. اول غرزة هنشتغل فيها منزلقة. الغرزة. والتانية كمان منزلقة. الغرزة التالتة هنشتغل حشو. وهنرتفع تلاتة سلسلة. ثلاثة سلسلة. وهنفوت غرزتين. وفي الثالثة هنشتغل حشو. بعد كده تلاتة سلسلة. وهنفوت غرزتين. وفي الثالثة حشو. وتلاتة سلسلة بنفوت غرزتين وفي الثالثة هشو. وتلاتة سلسلة. بنفوت غرزتين وفي الثالثة هشو. نعد مع بعض. كم فراغ معانا؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. فكده الفراغ الخامس بالشكل ده هنلف القطع وجوه الفراغ هنا هنشتغل تلاتة حشو وهنروح للفراغ التاني ونشتغل كمان تلاتة حشو والفراغ التالت تلاتة حشو وكده الفراغ الرابع يبقى كده احنا بنشتغل جوه الفراغات بغرز حشو عددها تلاتة هلف القطع تاني وفي اول غرزة حشو هشتغل فيها منزلقة التانية هشتغل حشو وبعد كده اربعة سلسلة وافوض غرزتين كده غرزتين وفي التالتة هنشتغل حشو بعد كده تاني نقرر اربعة سلسلة ومفوض غرزتين وفي التالتة حشو واربعة سلسلة مفوض غرزتين وفي التالتة حشو هنلف القطع وهنشتغل جوه الفراغ بخمسة غرزة حشو والفراغ التاني كمان خمسة غرزة حشو يبقى انا هنا كده اشتغلت فوق كل فراغ اللي هو مكوم من اربع سلاسل من الدول اللي فات اشتغلنا خمس غرز حشو فده كده هيبقى شكلها بنفس الشكل ده هنا بعد الوقتي المرحلة التانية قبل بنشوف المرحلة التانية هنشوف هنا كم سانتي هم اربعة سانتي القلب نفسه اللي هي الدايرة الزغيرة اللي هنا كانت خمسة سانتي المقاسات دي هنحتاجها عشان الجزء التاني فهنا اشتغلنا اربعة سانتي اهو كانت اربعة سانتي فعدادها نفسها هنشتغلها هنا المرحلة التانية دلوقتي هنشتغل فوق كل غرزة حشو من الدول اللي فات غرزة حشو فهنرتفع دلوقتي سلسلة وكده اول غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا انا اشتغلت فوق المنزلقة يبقى انا كده عملت غرزة حشو زيادة ف هبدأ هنا اهو كده خمسة غرزة حشو فوق الخمسة غرزة حشو المددور اللي فات هنزغوط الغرزة رقم خمسة ندور اللي فات هنزغوط الغرزة بتاعتنا اهو يبقى احنا كده الدور بتاعنا مكون من كام غرزة حشو عشرين غرزة حشو هما اللي هنشتغلهم لحد الطول اللي مناسب بالنسبة لنا نخلص الدور وبعد كده نشوف المقسات بتاعتنا عامل ازاي دا كده شكلها لحد دلوقت هون فكده بداية من هنا هنبدأ نشتغل لحد ما نوصل لطول 25 سنتي لكن قبل ما نوصل ل 25 سنتي محتاجين لحد 20 سنتي هنوقف وهنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه فانا هكمل لحد ما وصل لهنا ونرجع تاني وكل بغرس حشو بس من غير اي شغل تاني عليها زيادة فهنكمل وهنا كده خلاص وصلنا المرحلة اللي احنا محتاجينها فهنقيس من اول الدور ده من بعد الدايرة هنشوف كده هتبقى حوالي 18 سنتي يعني هي 17 سنتي ومص بالزبط فأنا هوقف لحد هنا غرس حشو هبدأ بقى المرحلة اللي بعد كده فهرتفع سلسلة واحدة اول غرس حشو هنا هتجهلها وهروح للتانية وهشتغل فيها غرس حشو هكمل الدور بغرس حشو كده لحد ما اوصل لقبل نهاية الدور بغرزتين وهنا هشتغل تناقص هشتغل الدور اللي بعد كده هشتغل غرس حشو بس يعني فوق كل غرزة حشو من الدور اللي فات هشتغل غرزة حشو هشتغل هشتغل تنور لاد هشتغل بغرزة لازجه لازجه بنشه لازجه من الدور لازجه كده تنور لازجه هرتفع سلسلة واحدة. وهتجاهل غرزة الحشو الاولى وهروح للتانية وهشتغل فيها حشو. وهي ديتي اللي هتبقى عندي بداية الدور الجديد وهكمل لقبل نهاية الدور بالشكل ده. كده في غرزتين حشو فهدخل كده بالابرة وهعمل غرزة حشو غير مكتملة والتانية هعمل فيها كمان غرزة حشو غير مكتملة فهيبقى معايا تلت لفات على الابرة هطلع منهم كلهم مرة واحدة فكده ابقى عملت التناقص. الدور اللي بعد كده هشتغل غرز حشو بس من غير اي تناقص. فنفهم بقى من كده احنا بنشتغل دور تناقص ودور سبات من غير اي تناقص خالص. والتناقص بيبقى في اول الدور وفي اخره. فانا كده هكمل لحد ما اوصل لعدد آآ غرز الحشو اللي انا محتاجاها. وهنا بقى وصلنا لي آآ الطول بتاعها اربعة وعشرين فكده انا قصني دور واحد فهشتغل آآ دور سبات. كده اربعة آآ غرزة حشو وهعمل كمان دور تاني باربعة غرزة حشو. ونشوف تاني الطول بتاعها وصل لحد فين. فكده تمام خمسة وعشرين سنتي. بالشكل ده اهو. فهنوقف لحد هنا وهنقص الخيط. وهنروح بقى نعمل القطع التانية او الجزء التاني. فهنبدأ هنا. زي ما عملنا هنا بالزبط هنشتغل هنا. فهنا كنا شغالين في الجزء ده. هنرتفع سلسلة واحدة. وفي نفس المكان هنشتغل غرزة حشو. وبعد كده هنعمل تلاتة سلسلة. وهنفوض غرزتين. وهنا في التالتة هنعمل واحدة حشو. وبعد كده تلاتة سلسلة. ونفوض غرزتين. وفي التالتة حشو. وهنا ثلاثة سلسلة. ونفوض غرزتين. وفي التالتة كمان حشو. كده اربع فراغات فبقلنا فراغ واحد. نشوف نتأكد كده من الشكل بتاعنا. الغرزة اللي هنا هتقابلها نفسها الغرزة اللي هنا. وهيبقى فيه فراغ هنا اتنين. وهنا كده فراغ اتنين. والبداية كانت هنا يبقى البداية كمان هنا. فاحنا كده ماشيين صح. فهنا هلف القطعة. وهاشتغل تلاتة غرزة حشو. والفراغ اللي بعده تاني هاشتغل تلاتة غرزة حشو. والفراغ التالت. وكده الفراغ الرابع. وهنا الفراغ الخامس. احاول اخد معي خيط البداية. بالشكل ده. كده تمام. وبعد كده هنا هلف القطعة. فهنا بقى هيبقى نفس الشغل اللي انا عملته هنا. هعمله هنا. بنفس ترتيب الغرز ونفس الاعداد بالزبط. فهكمل انا الجزء التاني ده. يعني احنا هنا خلاص عملنا البداية. ونفس الشغل اللي احنا عملنا هنا. يعني هبدأ هنا من اول الدور اللي كان فيه اربع سلاسل. فهبدأ لوحدي من اول هنا لحد ما اخلص القطعة كلها. ونرجع تاني نشوف بقى هنقفل الشكل بتاعنا ازاي. وهنا بقى كده خلاص بعد ما خلصنا. فهنتأكد كمان من القطعتين على بعض. هنلاقي الطول هو نفسه. بالشكل ده. وهنا ده شكلها. كده بقت اتنين وخمسين سانتي. طبعا احنا بنعمل حساب انها لما هتتلبس وهتتفرد على الراس. فبنقلل حوالي اتنين سانتي عن الطول الاساسي. فانا كده خلاص شايفها مناسبة. فالجزء بقى الاخير قبل ما نقفل. هنا هعمل عدد سلاسل. قد بالضبط الزرار او القطعة اللي انا هسبتها عشان تثبت في الجزء ده. وتقفل القطعتين على بعض. فهنا هنزود عدد السلاسل. وهنقفل القطعة. قبل ما انهي القطعة خالص هاشوف الاول الزرار بتاعي بيدخل ويطلع كده براحته ويبقى تمام. ممكن اقفل عليه كمان بسلسلة واحدة. كده تمام. فخلاص بقى هقص القطعة بتاعتي و انهي استقلت لبطانا. دلوقتي بقى هنسبت الزرار وهنستعمل خيط الخياطة العادية. لان ما عنديش نفس لون الخيط فما فيش مشكلة لو استعملنا اللون الابيض. وخصوصا انه مش هيبقى باين. او نحاول على قد ما نقدر منبينوش. او نحاول على قد ما نقدر منبينوش. او نحاول على قد ما نقدر منبينوش. وهنا بقى ممكن اعمل حالية بسيطة اه انا هنا ما قفلتش طبعا الدايرة للاخر. فممكن احط خرزة صغيرة هنا. وهلزقها بمسدس الشمع. مقطة بسيطة جدا. فهتبقى بالشكل ده. وكمان ممكن نخيطها لكن انا حبيت الزقها. اي اضافات تانية بعد كده على القطعة اه ممكن نشتغلها. عايزين نشتغلها بلونين. اه بدل لون واحد اه فطبعا الابتكارات والتغيير في الشكل والتصميم. اه ده متاح يتعمل في حاجات كتير جدا. اه ده كده خلاص شكلها نهائي فاتمنى انها تكون بسيطة سهلة وعجبتكم واستمتعتوا بيها. اه وكده خلاص وصلنا لاخر حلقة النهاردة. واشوفكم مع حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.